موسيقى 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 صرح امير غرفة عمليات المشتركة اللواء سامة جويلي بان القوات الجيش تمكنت صباح الاثنين من بسط سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية بالكامل جاء ذلك بعد عملية عسكرية كبيرة ومدروسة تمكنت خلالها قوات الجيش من دحر الميليشيات المعتدية وتكبيدهم خسائر فادحة في الارواح والعتاد بدوره نفذ سلاح الجو الليبي لحد عدة ضربات على قاعدة الوطية استهدف خلال هاليات وذخائر لميليشيات مجرم الحرب حفتر وبحسب المتحدث باسم الاعلام الحرب عبد المالك المدني فان الضربات استهدفت ايضا مبنى القيادة داخل القاعدة ما اسفر عن وقوع سبعة عناصر من الميليشيات المعتدية بين قتيل وجريح صرح الناطق باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد جنونو ان سلاح الجو استهدف فجر الاثين منظومة للدفاع الجوي روسية الصنع من نوع بانستر بالقرب من مطار السبعين جنوب مدينة سرط واوضح جنونو بان سلاح الجو تمكن ايضا من تدمير منظومة تشويش الكترونية كانت في طريقها لدعم ميليشيات مجرم الحرب حفتر بدوره قال رئيس المجلس الرياسي السراج عقب اعلان تحرير القاعدة الوطية اننا بتنا اقرب من اي وقت مضى من تحرير كافة المدن الليبية والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد واثنى السراج في بيان اللاو الاثنين على دور قوات الجيش الليبي البطولي في استرداد قاعدة الوطية بالكامل بكل كفاءة واقتدار مستذكرا دورة وتضحيات الشهداء في تحرير الاراضي الليبية بهذا الخبر انتهى المجاز الى اللقاء موسيقى